بالتنسيق مع وزارة الصحة خصص الحرس الوطني مركز لتطعيم منتسبيه جهز بما يلزم خدمات طبية لأخذ لقاح ضد كورونا وفق آلية تتوافق مع تعليمات السلطات الصحية افتتاحنا المركز اليوم ثاني يوم افتتاح المركز وخصصنا هذا المركز لمنتسبي الحرس الوطني في البداية بعدها للجهات العسكرية الأخرى على أن نبدأ في المرحلة الثالثة في استقبال المواطنين بالتنسيق مع وزارة الصحة تجهيزات المركز كلها تمت من خلال كوادر من الحرس الوطني بالتنسيق مع وزارة الصحة جميع الاشتراطات المطبقة بالمركز هي متوافقة مع اشتراطات وزارة الصحة احنا طبقنا في البداية جميع ما طلب منه من وزارة الصحة داخل مراكز التطعيم نفذناها أيضا بأكثر دقة عندنا في الحرس الوطني وفق الامكانيات المتاحة لنا عبر باركود مع ضرورة التباعد الاجتماعي وأخذ إجراءات والتعليمات بالإمكان التطعيم في جرعة أولى تليها ثانية استقبال المراجعين يتم وفق البركود للنظام الآلي هو مختص في وزارة الصحة احنا نحدد الكوتا اليومية لنا بالتنسيق مع وزارة الصحة ونستقبل جميع المحدد لهم مواعيد وفق الآلية المعينة عندنا هنا بالجرعة الأولى وبعدها يكمل عندنا الجرعة الثانية ويستلم شهادته من موقع وزارة الصحة مرحلة ثالثة سيستقبل فيها المواطنين لتلقي اللقاح في مركز في قاعات واستراحات وعالية مرور للمراجعين أثناء التطعيم ويستقبل مركز التطعيم التابع للحرس الوطني في منطقة الفلسطيسي يوميا من نصر عبع عصرا حتى العاشرة مساء 250 من منتسبية الحرس الوطني وذويهما أحمد المسعودي لتلفزيو المجلس